موسيقى أهلا بكم من جديد حديث الظاهرة الثاني إذن حديث عن حصيلة نشاطات الوكالة الوطنية للتشغيل والقطاعات والنشاطات الغالبة في طلبات التشغيل ومحاور أخرى أسعد بإثرائها مع السيد رضا أحمد زجادي المدير والعام للوكالة الوطنية للتشغيل أهلا بكم سيدي شكرا بكم شكرا بكم شكرا على استضافة سيدي مرحبا دائما بداية ما دمنا في نهاية السنة حبذا لو نتكول أن نتكلم أولا عن حصيلة العام بالنسبة للوكالة الوطنية للتشغيل شكرا برك الله فيك بالنسبة للحصيلة السنوية برسم سنة 2018 هي حصيلة نراها أنها إيجابية إلى غاية اليوم من منطلق ما تم تحقيقه خلال هذا السنة بالنظر إلى المؤشرات الكلية التي تعتمد عليها الوكالة الوطنية في تحليل سوق شغل وإذا أحببت أن ربما نعطيك بعض الأرقام شكرا فيما يخص طلبات العمل تم تسجيل 1.412.018 طلب عمل 25% من طلبات العمل هي طلبات العمل من فئات شابة أي شباب اللي يبلوا عمرهم بين 16 إلى 24 سنة هناك معطاء آخر يتمثل أنه 23% من طلبات العمل هم خريجي معاهد التكوين الميهني 30% منهم هم أيضا من خريجي الجامعات طبق هذه بالنسبة لطلبات العمل هناك معطاء مهم جدا والذي دائما نقدموه في نهاية سنة يتمثل في عروض العمل عروض العمل التي تم تسجيلها خلال سنة 2018 بلغت 456.885 عرض عمل بزيادة تقدر بنسبة 10% بالنظر إلى نفس الفترة من السنة السابقة يعني هناك زيادة في عروض العمل المتاحة والمقدمة من طرف المؤسسات الاقتصادية سواء كانت عمومية أو كانت خاصة وتتبع للقطاع الخاص بالنسبة لحسة القطاع الخاص بلغت حسة القطاع الخاص من إجمالي العروض من 70% أي ما يقارب وبصفة دقة هناك 355.936 عرض عمل مقدم من المؤسسات الاقتصادية الخاصة الوطنية القطاع العام الذي يبقى 22% هي نسبة مساهمة المؤسسات الاقتصادية العامة في عروض العمل المحصلة من طرف مصالح الوكالة الوطنية التنصيب بين عرض العمل وطلبات العمل هناك مؤشر الثالث وهو التنصيب أي تنصيب طالبي العمل على مستوى سوق شغل بالنسبة للتنصيبات الكلاسيكية والتي تكون في إطار الوساطة المباشرة بين المؤسسة وطالبي العمل سجلت الوكالة الوطنية التنصيب سجلت الوطنية الوطنية التنصيب تنصيب هذا فيما يخص تنصيب في سوق العمل المباشرة أو فيما نسميه نحن بالجهاز الكلاسيكي على علاقة العمل المباشرة هناك عقود العمل المدعمة والتي تدخل في إطار جهاز المساعدة المجل المهني حصلنا خلال سنة 2018 إلى غاية 30 نوفمبر 26 ألف و130 عرض عمل إجمالي العروض في مختلف الأجهزة وصلت إلى إجمالي تنصيبات وصلت إلى 377 ألف وتسعمية وثمانية تنصيب هذا إجمالي طالبي العمل الذي تم تنصيبهم برسم سنة 2018 منذ جنبي إلى غاية 30 نوفمبر هذا بلغة الأرقام لو نتكلم قبل أن ننتقل إلى بعض الأمور التفصيلية الأخرى عن مهمة الوكالة كنتم مؤخرا أنتم قد صرحتم بأن مهمة جهاز الوكالة هو الوساطة والمقاربة السوقية بين العرض وطلبات العمل ولن يكون في الوقت الحالي وسطات لنشاطات الوظيف العمومي والإدارات العمومية شكرا ربما هي أيضا فرصة أخرى لتأكيد تأكيد ما سبق ذكره في منابر إعلامية أخرى الوكالة الوطنية تشغيل تهتم بعلاقتها في إطار الوساطة بالقطاع الاقتصادي المنتج سواء كان عمومي أو خاص عروض العمل أو ما تقدمه ويقدمه قطاع الوظيف العمومي بصفة عامة من إدارات عمومية ومؤسسات عمومية له منظومة قانونية تخص وفي باب الوساطة الوكالة الوطنية تشغيل لا تضمن الرابطة فيما يخص العروض المقدمة من الوظيف العمومي وطلبات العمل المقدمة لمستوى الوكالة الدور في هذه العملية هو دور إشهاري فقط أنه لما تفتح المسابقات على مستوى مختلف القطاعات الإدارية والمؤسسات العمومية الإدارية الوكالة الوطنية تشغيل تعد فضاء تفاعلي فضاء فيه شباب يتم إشهار هذا العروض العمل على مستوى شبكة الوكالات على المستوى الوطني هذا دورنا الواحد وعندنا دور آخر في تسيير جهاز المساعدة على إدماج المهني يعني هناك علاقة مع الإدارات من حيث المستفيدين من الجهاز في سنوات سابقة علاقتنا مع الوظيف العمومي هي علاقة مستقلة عن نشاطنا كوسيط في سوق الشغل الوساطة نتعامل مع المؤسسات الاقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة نقطة أخرى من بين الأهدف المرسومة أيضا للوكالة من طرف الوزارة التكفل بالملفات ذات الأولوية لا سيما وضعية الشباب المدماجين في إطار المساعدة على الإدماج المهني وملف التشغيل في الجنوب وأيضا تطهير البطاقية الوطنية للمسجلين في الوكالة ماذا تم إنجازه من أهداف فيما يخص هذا النقاط؟ شكرا فيما يخص النقاط السئلة في تذكر وتتفضلتم بتقديمها هي تخص محاور عمل مخطط عمل قطاع تشغيل بصفة عامة والتي تعني بالاهتمام والمتابعة المستمرة من السيد معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيما يخص متابعة المستفيدين من جهاز المساعدة الدماج المهني أو الشباب اللي هم موجودين اليوم في المؤسسات وفي الإدارات العمومية الإدارات العمومية وكذلك المؤسسة العمومية هناك تعنيمة أزلت إلى مصالح الوكالة الوطنية على أساس إعطاء الفرصة لكل المستفيدين الحاليين المتواجدين على مستوى مختلف الإدارات أنه نعطيهم الفرصة في خلال الوساطة الكلاسيكية العادية برسم سنة 2019 إن شاء الله أن نحولهم ونبعثهم في سوق العمل الكلاسيكي يعني نحولهم من جهاز المساعدة نحو فرص عمل دائمة ومستمرة في سوق الشغل وسوق العمل الكلاسيكي هذه من جهة بالنسبة للنقطة الأولى والتي أتت على أساس تسوية وضعية المستفيدين من جهاز المساعدة للمجل المهني فيما يخص ملف العمل أو التشغيل بالجنوب بالجنوب نعم ملف التشغيل بالجنوب يحظى بالمتابعة المباشرة المسؤولة لقطاع التشغيل والعمل وضمن الاجتماعي بالمتابعة والتقييم وذلك من ظل متابعة كل الإجراءات القانونية الواردة في هذا الباب نذكر منها التعليم السيد الوزير الأول الواردة في سنة 2013 والتي أتت بجملة من الإجراءات تتضمن كيفية سيروت الملف على المستوى الجنوب أيضا هناك منشور وزاري مشترك يهتم بأليات التنصيب والانتقاء وإجراء الفحص المهني أخذت على سبيل الحصر ولاية إليزي كولاية نموذجية والعملية سائرة والتقييم مستمر حتى يمكن لقطاع تشغيل النظر في إمكانية توسيع هذه التجربة على باقي ولاية الجنوب هناك أيضا إجراءات ميدانية وجدت على مستوى ولاية الأخواط بحيث هناك لجنة ولائية متعددة الأطراف متكومين من الجماعات المحلية من قطاع تشغيل من المؤسسات عندها لقاءات تقييمية دورية تقوم بإيجاد الحلول المباشرة مع مختلف الشركاء والمؤسسات البترولية المتوجدة بالمنطقة البطاقية الوطنية نعم تطهير البطاقية الوطنية تطهير البطاقية الوطنية هو إجراء انطلقنا فيه منذ سنة 2012 والعملية مستمرة الهدف من تطهير البطاقية هو الوصول للعدد الحقيقي للمستفيدين من الجهاز العدد الحقيقي للمؤسسات المستفيدة من الجهاز وهذا بيمكننا دراسة إمكانية التحويل عقودهم نحو السوق الكلاسيكي بصفتين مباشرة والمبتغة الحالية لكل حال طيب سيد رضا أحمد زقادي ربما نرفع معك بعض انشغالات وتساؤلات طالبي العمل ممن يشتكون عدم حصولهم على وظيفة رغم طول الانتظار والبعض ربما حتى يتهم الجهاز في بعض الأحيان بالمحسوبية والمحابات نعم وعلى كل حال هناك من لم يجد فرص تعمل من المنطلق أنه اختصاص والمؤهلات تاعة لا تتماشى وهنا تقودنا الكلام إلى نوسع الرؤية لا نتكلم فقط عن المحابات وربما معرفة ولكن نتكلم أيضا على مدى موائمة المؤهلات الشباب لاحتياجات المؤسسات السوقية لأن هذه المقاربة الاقتصادية اليوم الإشكال الكبير اللي رأنا عن اليوم أنه على كل حال في باب الوساطة هو أن المؤسسات رفعت من سقف مطالبها من حيث المؤهلات لأنه اليوم الجانب التنافسي بين المؤسسات والظرف الاقتصادي والمناخ الأعمال ليتيح الفرصة لوجود جانب وجود شركات كبيرة وتقتلات اقتصادية كبرى يخلي أن الرهان يزيد عن المؤسسة ومن ثم المؤسسة مطالبة لرفع سقف تحدياتها وسقف مطالبها من المورد البشري وهنا يظهر الوظيفة الحقيقية للمرفق العمومي التشغيل لأنه اليوم بالتنسيق مع باقي القطاعات هناك نظرة جديدة إلى إعادة الاعتبار إلى خارطة التكوين عن المستوى المحلي إلى إعادة الاعتبار أيضا إلى التصورات متطلبات المؤسسة في منظور المدونة الوطنية للوظائف المهن كل هذا الأفكار ربما يجهلها طالبي العمل الوسط ولكن هي واقع يفرض نفسه ذف إلى هذا ربما أحد الدعائم الأساسية والقوية التي نعتمد عليها في عامية الوساطة هي أن عملية المقاربة التي تقوم بانطالبات العمل وعروض العمل تتم عن طريق نظام معلوماتي يسمى الوسيط يعني لا دخل للعون في عاملية الوساطة هناك إدخال وحجز لمعلومات تخص طالب العمل مكفآت ومؤهلات وغيرها وهناك بالمقابل تصور لمنصب عمل تقدمه المؤسسة ثم يكون بصفة آلية فئة معنية بالانتقاء كالفحص الأولي ثم يتم الفحص على مستوى المؤسسة ويكون بصفة مباشرة هنا وجودنا من خلال هذا المنبر لنرفع تساؤلات لكان البعض يعني حتى نجاوب معكم على بعض هذه التساؤلات من خلال موقعكم النشاطات التي ربما توجه إليها طلبات العمل بكثرة المؤسسات الاقتصادية اليوم نعرف ثلاث قطاعات كبرى في المؤسسات الاقتصادية هناك المؤسسات الاقتصادية الخدمية وهي تقدمت في سنة مثلا وناخده سنة 2018 كسنة مرجعية نجد أن نسبة العروض المقدمة من طرف قطاع الخدمات تمثل 33% في الصفة الثانية تأتي المؤسسات الصناعية أو القطاع الصناعي الانتاجي في المرتبة الثانية ثم تأتي قطاع البناء والأشغال العمومية في المرتبة الثالثة يعني تقريب أن هناك توازي 32% و33% يبقى أن قطاع الفلاحي هو قطاع ما زال اليوم حديث العلاقة بالوكلة الوطنية لأن القطاع الفلاحي في حد ذاته هو قطاع عائلية يعتمد على يدعم إلى معينة صفة التعاقد والتبليغ عن المناصب العمل هناك مجهودة لكل حال مع المصالح الفلاحية على المستوى المحلي هناك تجارب كثيرة تتأكلها فيما يخص عملية احتواء الوكلة الوطنية تشغيل لعملية الوساطة يعني مع القطاع الفلاحي مع بعض والكثير من ما يسمى بتعوينات الفلاحية نسبة ثلاثة بالمئة يعني ما تفوقش له تهزة من ثلاثمية ونسبة ثلاثة بالمئة إذا سمحكي نعطيك نسبة ثلاثة ألف وسبعمائة وواحد عرض عمل يعني إذا ما قرنت بالخدمات اللي فيها مئة واربعتاشين ألف نرى أنه نسبة قليلة شوية بالنظر إلى هذا القطاع الاستراتيجي والمهم والمعول عليه كثير في اقتصاد ومش معناه أنه مكان شيئا داملا لكن مكان شرابي طالاته جلالا لأنه قضية التعامل مع القطاع الفلاحي ومع الفلاح بصورة مباشرة ربما قطاع تشغيل يجد في كثير من الحالات أنه نقص التأطير للفلاحين بصفة عامة القطاع لجاء إلى وضع استراتيجي للتعاون دولي من أجل الاستفادة من التجارب والخبرات الأجنبية ما هي أهم الشركات التي قامت بها الوكالة وما هي المجالات التي شملتها شكرا فيما يخص الشركة والتعاون المؤسساتي هناك من المشاريع الشركة التي تنبثق من أسو الشركة الدولية هناك اتفاقات دولية ومن ثم يستفيد قطاع تشغيل واستفاد قطاع تشغيل من أطر الشركة وهناك بعض العلاقات المؤسسية المباشرة مع مضارعنا في الدول الجوار نذكر عليها مع المرفق العمومي للتشغيل التونسي مع المرفق العمومي للتشغيل الموريطاني وهي ربما اتفاقيات تونائية مباشرة في كلا الحالتين كل هدف منها هو تحويل الخبرة الجزائرية فيما يخص مدورة المهن والوظائف من المنطلق أنها أحد المنتوجات الرائدة على مستوى الوكالة الوطنية وهي أحد المنتوجات التي ما زالوا جيرانا وما وصلوها في باب الإنجاز كانت عنها اتفاقيات أولية على أساس أن يكون نقل للتجربة في هذا الباب أما الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي شراكة دائمة للبرامج التطويرية وبرامج العسرانة التي يعكف عليها قطاع تشغيل بصفة عامة يعني كل ما يكون هناك برامج لشراكة نذكر مثلا برنامج أفاق برنامج توظيف مع المكتب الدولي للعمل هي برامج نحاول من خلالها تأطير مختلف مركبات العسرانة والتي على أساسها نصل إلى نتائج بصورة آنية ونصل إلى نتائج عاملية بصورة مباشرة سيد رضا أحمد زقادي المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل شكرا جزيلا لك على تشريف برنامج أخباري الظاهرة شكرا برقل فيك أخبار الظاهرة مازالت متواصلة معكم مشاهدين الكرام وفي فضاء نشرتها المحلية من ورقل حديث عن الصالون الأول للاستثمارات بالجنوب لكن بعد هذا الفاصل